بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان ها نحن نلتقي من جديد ومع برنامجكم الرحيق المختوم في هذا العدد الجديد الذي نخصه بموضوع جوهري في حياتنا كيف لا وهو موضوع الصلة بالله تبارك وتعالى وربنا عز وجل بشرنا جميعا بأنه من يعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم قال سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم نجلس هذا المجلس معكم لنتحدث في هذا المجال حتى تكون صيلتنا بالله صافية متصلة باستمرار ومن كان مع الله بالطاعة والخوف والرجاء كان الله تبارك وتعالى معه هذه الميزة لا نجدها إلا في رمضان نجدها في أوقات أخرى قد نقفها في عرفات قد نقفها في ليلة القبر وهي من رمضان قد نقفها في الصلاة ونحن بين يدي الله نناجيه ولكن في رمضان الشهر كله مناجات وكله صلة بالله سبحانه وتعالى يحضر معنا ضيفاني كريماني معنا على يميني الشيخ نعاس أهلا وسهلا أهلا وسهلا بك شيخ خان الكريم شكرا أهلا وسهلا بكم وعلى يصاري الشيخ التوفيق أبو زيان أهلا وسهلا أهلا وسهلا شكرا في هذا اللقاء قلت سنتكلم عن كيف تكون قلوبنا مرتبطة بخالقها ببارئها كيف تكون نفوسنا زكية مطمئنة بالله تبارك وتعالى عن طريق ما تعبدنا الله تبارك وتعالى به وعن طريق صلتنا أيضا نحن بخلق الله صلة أولي الأرحام صلة الجيران صلة الأقارب صلة الأحباب صلة الأخوية والإيمانية وما أحوجنا في رمضان وفي غير رمضان بأن نفتح قلوبنا لبعضنا البعض شيخ نعاس يراودني سؤال في هذا المجال في الصلة بالله تبارك وتعالى كيف يتصل العبد بربه في رمضان خاصة وفي غير رمضان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثار واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدينه بعد صلة الإنسان بخالقه في خصوص وصلا في المناسبات كمناسبة رمضان هي مناسبة عظيمة ومحطة إيمانية يتزود به الإنسان المؤمن وينتظر هذه المحطة كل عام ليتزود من الطاعات وقد كان السلفون الصالح محطة زمانية يعني يراه عيش إنسان عيش إنسان خاصة في حياته العام كامل رانا عايشين ولكن يجي رمضان هذا خاصة فيجتهد الإنسان المؤمن يجتهد أولا بالدعاء أن يبلغه رمضان وقد كان السلفون الصالح يعني يدعو الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان اللهم اسلمنا رمضان وسلم لنا رمضان وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بركنا في رجبا وشعبا وبلغنا رمضان فرمضان هي حقيقة إنسان المؤمن عندما تأتي هذه المحطة يشكو الله تبارك وتعالى أن أوصله إلى هذه المحطة وكأنما هو دائما في اتصال مباشر في اتصال مع الله خاصة إذا روض لسانه إذا درب لسانه على سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله يعني على الدعاء مش على لازمة أخرى من أقوال ربما آلفها يعني ترويض اللسان على ذكر الله تبارك وتعالى والصيام ومسك نفسه يعني شيء ضمن هذا هو يعني الاتصال مع الله تبارك وتعالى بذلك المؤمن يتهيئ قبل قدوم رمضان يتهيئ نفسيا مع صدق التوبة وصدق النية الله تبارك وتعالى حتى يختنم هذه الفرصة الزمنية المباركة ربي الله عز وجل قال الشهر رمضان الذي أنزل في القرآن يعني شهر وقال في أيام معدودة هذه الأيام معدودة يختنمها المؤمن في طاعة الله عز وجل بالتزود يعني بالذكري بالدعاء يعني بالسيلة الأرحام بالسيلة بله تبارك وتعالى يعني ذكرت القرآن شيخ ناشيخ نعز ذكرت القرآن يعني حتى مصاحبة المصحف ملازمة المصحف ليس كذلك يعني في رمضان ليس كغيره أيضا نعم يعني عندنا الورد القرآني كل أيام السنة لكن في رمضان نزداد أكثر أكثر في هذا المجال ممكن يحدثنا الشيخ توفيق مبارك الله فيك فيما يخص كيف نقوي صلتنا بالله تبارك وتعالى عن طريق كل ما تعبدنا به في رمضان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد فقد ذكر العلماء أن مثل رمضان مع 11 شهر كمثل يوسف عليه السلام مع إخوته ناشا الله فقالوا أن يوسف عليه السلام غفر لإخوته وسامحهم وهم 11 ورمضان شهر كريم يعفو الله تعالى فيه عن ما أسرف الإنس وعلى نفسه في 11 شهر وفيه أن العاقل إذا عرف هذا وأن الله تعالى قد هيأ جنته وأغلق أبواب نيرانه وناد مناد في السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر فإذا عرف هذا الإنسان عليه أن يهتبن هذه الفرصة وأن يدخر من العمل الصالح ليوم معاده وأن الفريضة في رمضان بسبعين فريضة والنافلة مثل الفريضة كما جاء في بلد الآثار معنى أن الأجر والثواب يضعف يضعف حسنات تزداد لكن شيخ هل هذا في رمضان فقط أو في كل أيام السنة يعني الصلة بالله تبارك وتعالى هو رمضان مدرسة يتدرب في الإنسان ورب رمضان هو رب شعبان وهو رب رجب وهو رب الأشور كلها فلذلك العاقل يجعل من رمضان محطة للتزود حتى ينسير في طريق الله الله سبحانه وتعالى لأنه لأخ المشاهد يفهم بأن مثل ما تفضلت 11 شهر ثم الشهر الثاني عشر رمضان هذا في العادة ليس ترتيب في العادة ربما يفهم بأنه في الأشهر الأخرى يطلق العينان النفس يعمل ربما يتهاون شوية وربما يخلي القرآن شوية وربما كذا ويجي الرمضان أنه يمحل كل المعاصي ربما يفكر هذا التفكير هذا يعني ليس هذا هو المقصود ليس هذا المقصود وكان بعض الجهال يقول إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرف في أقداح صغار فقد ذاق الوقت عن الصغار هذا القوم أهل سفة أما العاقل فعليه أن يعلم بأن شهر رمضان هو محطة للتزود ومحطة للمغفرة ثم أن الإنسان كما كان السنف يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان فإذا صاموا رمضان دعوا الله ستة أشهر أن يتقبل مصيب رمضان فكأن السنة كلها رمضان إذا كان في شهر رمضان نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصيام نهاره بقيام ليله بمتعبنا بتلاوة القرآن بغير ذلك هل هناك أعمال أخرى نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى أعمال روحية أو أعمال مدية نعم في رمضان هناك كثير من أعمال البر يشتغل الإنسان بها في طاعة الله تبارك وتعالى منها قراءة القرآن منها قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم من قال في الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر لهما تقدم ذنبه فالمؤمن عندما يشتهد في طاعة الله عز وجل بقراءة القرآن بالدعاء بالتسبيح بإطعام المساكين بزيارة الأرحاب إطعام المساكين جزاك الله ذكرنا إطعام المساكين يعني الأرامي نعم عندنا عدد في مجتمع الجزائي عنده طيبة وهي اللي يفرح يتيم واللي يفرح فقير واللي يفرح نعم فكسوتهم وطعامهم لأنه إدخال البهجة والصور في هذا الشهر لأن الشهر تتضاع فيه الحسنة كما جاء في الحادث الصحيح في هذا الباب شيخ قبل أن نعود إلى الشيخ توفيق بارك الله فيكم في رمضان هناك ندخل إلى أحكام الصوم شيء من أحكام الصوم في الشريعة هناك من يفضر في رمضان لعذر شرعي نعم لعذر شرعي ثم تترتب عليه فدية تترتب عليه فدية كيف يتعامل المسلم مع هذا يعني ما هي الفدية ما هي قيمتها كيف يخرج الفدية بسم الله والصلاة الحسنة الفدية كما ذكر العلماء يطعاموا مسكين عن كل يوم عن كل يوم كما قال عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مساكين نعم وقال عز وجل فما كان منكم مريضا وعلى السافرين فعدات من أيام أخر فالمريض إذا كان قد أدن له الشرع وأدن له الطبيب هذا اللي فعدة من أيام أخر هذا يخلف الأيام يخلف الأيام حتى ربما إخواننا فقط يعني بالنسبة لإخواننا اللي يسمعوه الإطعام هو على الذي لا يستطيع الصوم نعم أو يصومه بمشقة بمشقة الشيخ والكبير المسن أو صاحب المرض المزمين صاحب المرض المزمين وغير ذلك أما المسافر فإذا أفطر لسافرين أو مراءة لمراضين ولعذرين شرعيين فإن بعد فوات المدة الشرعية فإنها تقضي أو إنه يقضي أيام أخر أيام نعم فدى كما ذكر العلماء هي طعام مسكين يعني وجبة لمسكين فقير كما قال أزوج من أوسط ما تطعمون أهليكم فقدرها العلماء يعني حسب قوت كل بلد وعندنا هنا في الجزائر يعني هناك من يقدرها بعشرة دينار جزائري وهناك من يقدرها يعني يخرج هذا ذلك الطعام أو يحضر معه مسكين إلى بيته فيفطر عنده كل ذلك المهم أنه يفطر من مسكين نعم يفطر إنسان بمهم وعندنا ما يأكله وهناك من العلماء من يقول يعني يعني يعطي حسب أفراد الأسرة نعم يعني إذا كانت العائلة فقيرة فيها متكوينة من سبعة أفراد أو خمس أفراد فيتعم فيتعم كل مسكين منهم يعني استسمحوا الشيخ وأستسمحكم أنتم أيها المشاهدون لاستقبال هذا الاتصال ألو 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 نعم ألو السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طليلة الشيخ حياك الله رمضان كريم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله وحياكم أنتم وبياكم وفي الجنة أسكنكم نعم تحياتنا إليك وكل الشيخ الأفراد الحاضنون معك ربي بارك فيك تفضل شيخ بارك الله فيك هناك أخ يعني كان أفطر في يوم رمضان ولي شرع عذري كان شرع يعني عذر شرعي كان مريض وكان يعني ناوي بش يعاود يعاودي كان ناوي يقضيه نعم يعاودي بش يقضيه ويعني وكان يعني كتب الله له أنه يعني توفي وبعد بعد رمضان وكان في ميتو بش يقضي الأيام لأفطرها يعني كيف هناك يعني أسكول إنسان يقدر يصوم في بلسو أو أو يخرج يعني إطعام أو كذا يعني من فضلك شيخ شكرا ستسمع الجواب إن شاء الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخ السائل الأخ توفيق والأخ نعاس الأخ السائل يقول بأن له صديق أو له أخ أو له يعني واحد كلاف رمضان ويعني جابه صوم وما صاموش ولكن توفي الآن هل يقضيوا عليه الصوم ولا يتصدقوا عليه فضلوا الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه صام عنه وليه وهذه الفتوى المأمن بها أنه يصام عنه حتى في الفرض يصام عنه إذا لم يستطيعوا الصوم لا لزيادة التوضيح يعني يطعمون عنه نعم هي القضية هي المسألة عند العلماء هل في النذر أم في رمضان فالجمهور على أنها في رمضان وفي النذر خلافا خلافا للحالة بله يعني نقول للأخ السائل ولأمثاله في هذه الحالة نعم يجوز له أو يصح منه أن يصوم عن هذا الذي ترتب عليه دين رمضان ولم يصومه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه بصفة عامة كيف يعني الكفارات على العبادات يعني هناك عبادات إذا تركناها نكفر عليها مثل الصيام مثل كذا وهناك عبادات لا بد من قضائها لا بد من قضائها نعم بالنسبة لي كفارة يعني رمضان في من أكل رمضان أو من جمع أهله في رمضان فهناك كفارات عندنا صيام شهرين متتابعين ويطعامه ويطعامه الستين مسكين ويطعه رقبة فهذه الكفارات هناك من الجمهور من قال هي على الترتيب وهناك من قال يتيسر في ذلك الأمر يعني أخذ بأحسنها على النص القرآني يعني في مسألة الظهار مثالاً أو كذا نعم وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إما تبعو ترتيب المتن وإما أن نترك النص على إطلاقه نعم هناك كذلك يعني كفارات يعني في بالنسبة للقاتل الصيام وشهرين فكل هذه الكفارات هي التقدير هو الأمر العبودي عند الله تبارك وتعالى ولأن الإنسان أقدم على شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي أكل رمضان قال وإن سام الدهر كله فاحترام العبادة أو الشاعر من الشاعر الإسلام مطلوبين من المؤمن كي نقطع هنا أستسمح المشايخ في قضية أنه واحد يكون مريض ليس قدر يصوم واحد يكون مسافر عنده مشقة في الصفر لا يصومش امرأة إلى غير ذلك ربما الواحد في رمضان وكثير أخواتنا يسألوا هذا السؤال ربما الواحد عندما يكون عنده عذر شرعي باش يفطر في رمضان يتحرج ويقول لك ربما عندما أنا فطرت ولولي عذر شرعي يفوتوا يعني تفوتوا فرصة يفوتوا الأجر يفوتوا كذا يفوتوا كذا نقول لهؤلاء بأن الأجر بأن أجرهم يعني واحد عنده عذر شرعي وفطر في رمضان فإن أجره تام مئة بالمئة إلا أن عليه أن يقضي بعد أن يتعافى من المرض بعد أن يعود من الصفر بعد أن يشفى مما هو فيه يقضي ذلك اليوم وسبحان الله سسمحوك هنا بشرة هذه النقطة ما تروح ليش أن الله تبارك وتعالى حبهم أنهم يزيد لهم عامل آخر شي جميل تفضل واشحبي تقول هناك كلامك يعني كان جميل نعم هناك بعض المرضى يعني من المسنين كبار السن من يقول له الطبيب أخصى من أمرض المرضى للسكر يعني يفتر في رمضان ولا يفتر يتحرج وفي هذا يعني يعني أحرج هو على يتحرج لأنه يقول كيف الناس صايمين ولا نفتر نعم وفكما قلت شيخي هو أجره مكتوب والصيام هو يعني فيه إهلاك لنفسه ولا تقتل أنفسك إن الله كان بك ورحيم شكراً كيف تنصح إخوانا اللي الطبيب يقول له راك مريض يعني يفتر وهو يخاففت الأجر فماذا تقول له تقول لإخواننا أن الصيام قد يكون حرام يكون حرام على الذي أيقن بالهلكة على الذي نصحه الطبيب فقاله لا تصوم فإن صام وأصابه ما أصبه فإني أثم بذلك فنقول له اتق الله وحافظ على هذه الصحة فالصوم قد يكون في حق الإنسان محرم إذا تيقن بالهلاك وقد يكون مكروها إذا كان يؤدي إلى ضرر وقد يكون الصيام في حقه مستحباً إذا كان فأسافراً أو كما قال تعالى وأن تصوموا خيراً لكم وهذه ما سأفقه معرفة شكراً حافظك الله إلى هنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء مع إخواننا وأخواتنا نختم بهذا الدعاء الذي نرفع الله تبارك وتعالى بشأنه أكف الضراعة لنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الصلاة والزكاة والصيام والقيام نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تسجل أسماؤهم بأن يدخلوا من باب الريان ومن الأبواب الثمانية ولما لا اللهم آمين والحمد لله رب العالمين